عندما يصبح الشخص مشهوراً فإن كل ما يتعلق به أو يملكه يصبح أيضاً مهماً وذا قيمة مختلفة فما بالك عندما تمتد شهرته لأكثر من نصف قرن هذا هو الحال مع الممثلة الأمريكية الراحلة مارلين مونرو حيث يقام في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا معرضاً لمتعلقاتها الشخصية والفنية قبل طرحها في مزاد علني يقام في تشرينا الأولى المقبل أبرز ما يميز هذا المعرض صورة كبيرة لم يسبق عرضها من قبل تكشف السر وراء اسمها الذي اشتهرت به مونرو كانت قد أهدتها الممثلة الأمريكية الشهيرة لمدير الأستوديو الخاصة بشركة 20th Century Fox للإنتاج السينمائي بن ليون كتبت مونرو أسفلها عبارة أقرت خلالها بأن ليون هو الذي اختار لها اسمها لتصبح هذه أهم صورة موقعة في تاريخ هوليوود كان بن ليون يحب ممثلة تدعى ميرلين ميلر وتوفيت في سن الخامسة والثلاثين أحب ليون اسم ميرلين ويقال إنه بينما كان يدلسان في ماليبو قال لها أنت ميرلين مونرو لدينا صورة داخل هذا الصندوق الزجاجي كتبت عليها مونرو عزيزي بن اكتشفتني واخترت لي اسمي وأمنت بموهبتي دون الآخرين ولا يقتصر المعرض على تلك الصورة النادرة لمونرو حيث يضم أيضا عددا كبيرا من الصور الشخصية لنجمة هوليوود أثناء طفولتها والتي كتبت عليها بنفسها اسمها الحقيقي نورمان جين بالإضافة إلى خمسة عشر فستانا كانت ترتديها في أفلامها من بينها الفستان الذي ظهرت به في فيلم جين تلمان بريفير بلونتس أو الرجال يفضلون الشقراوات وسيستمر عرض هذه المتعلقات في بيفرلي هولز لنهاية أيول المقبل قبل أن تعرض للبيع في مزاد يقام في نهاية تشرينا الأول المقبل وقد يكون أغلى مزاد في وقت الحالي لنجوم السينما الأمريكية